أبرق قداسة البابا فرنسيس إلى رئيس أساقفة الموصل للسريان الكاثوليك المطران بن ديكتوس يونان معزياً بضحايا حريق قرقوش في العراق الذي وقع خلال حفل عرساً في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى وأدى إلى وفاة وإصابة المئات من المحتفلين وقد عبر الأبو الأقدس عن حزنه العميق وقربه الروحي من جميع الأشخاص المتضررين من هذه المأساة كما قدم تعزيه الحرة للشعب العراقي مؤكداً صلاته من أجل الجرحة